وإلى أخبار الاقتصاد الأمريكي حيث رفع الاقتصاديون في بنك جولدمن ساكس احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة في العام المقبل إلى 25% بدلاً من 15% سابقاً لكنهم أشاروا إلى عدة أسباب لعدم الخوف رغم ارتفاع البطالة وأكد اقتصاديون البنك أن المخاطرة لا تزال محدودة لحدوث الركود وأن الاقتصاد يبدو بخير بشكل عام ولا يوجد اختلالات مالية رئيسية كما أن الفيدرالي لا يزال أمامه مجال أوسع لخفض الفائدة ويمكنه القيام بذلك سريعاً إذا لازم الأمر وأتوقع خفض الفائدة من بقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات كل من سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بينما يتوقع جي بي مورغان وستي جروب حالياً خفضها بمعدل نصف في المئة في اجتماع سبتمبر واستندت رؤية اقتصادي جولدمن ساكسي إلى توقعات بتعافي نمو الوظائف في أغسطس وأن لجنة الأسواق الفيدرالية المفتوحة ستعتبر أن خفض الفائدة 25 نقطة أساس كاف استجابة لأي مخاطر هبوطية